الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا بإذن الله تبارك وتعالى هذا اللقاء عن تفسير رؤية الزواج في المنام للبنت البكر للإمام العلامة محمد ابن سرين طيب الله صراه ما تنسونش بلايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وجزاكم الله عز وجل عنها خير لا عز وجل هذا اللقاء عن الزواج للبنت البكر لابن سرين رحمه الله رؤية فستان الزفاف في منام البنت قد يدل على تحقيق أمنيتها وتمحاطها في الحياة ورؤية الزواج من شخص مجهول يدل على التوفيق والنجاح وعلى قصرة الأموال إذا رأت أنها في حفل خطوبة وستتم خطبتها ولكن لم ترى خطيبها فقد يدل ذلك على تجربة فاشلة في حياتها أو فسخ خطوبة ورؤية حفل الزفاف ومعينة العريس يدل على الحظ الجيد وعلى سعادتها في الحياة الزوجية رؤية الفتاة أنها ترتدي فستان الزفاف وكانت فرحة بذلك دل على تحقيق النجاح في حياتها وعلى سعادتها مع الشخص الذي يشاركها حياتها وإذا كانت حزينة ومهمومة أو كانت هناك معازف وأغاني صاخبة ورقص دل على فأل سيء وربما على عدم اكتمال الزواج وحدوث مشكلات رؤية ضياع الفستان أو الحزاء رؤية الحزاء واسع كله رؤية تعبر عن الفأل السيء وعلى عدم اكتمال الزواج وفسخ الخطوبة ورؤية الفتاة تتزوج غصب عنها وكانت تشعر بالخوف والقلق دل على إجبارها في الحياة على أمر هي كارهة له والله أعلم إذا تقدم شخصا مجهول للفتاة وكان متزوج وكانت فرح به دل على قصرة الخير الذي سوف تحصل عليه وإن كان معروفا يدل على إبداء المساعدة من أشخاص قريبين منها وعلى إظهار الود والتعاون معها وإذا كانت حزينة ومهمومة دلت الرؤية على الشر والضرر وعلى البلاء الذي يصيبها رؤية الفتاة أنها تتزوج غصبا عنها أو دون إرادتها دلت الرؤية على تعرضها لكثير من المشكلات وإذا رأت أن خطبها جسور قبيحة فقد يدل ذلك على عدم إتمام الزواج ورفض الزواج قد يدل على رفض أمر من أمور حياتها كوظيفة أو التركة لمجموعة من الأصدقاء أو رفضها لعادات أو لشيء معين والله أعلم رؤية رفض العريس قد تدل على كثير من المشاكل كالمشاكل المدية والنفسية ويدل على رفض العادات والتقاليد وليس العريس وقد تدل على العكس من ذلك وهو قبول العريس ودوام الحب والعشرة الطيبة بينهما إلى ما بعد الزواج بعمر طويل والله أعلم رؤية كعك الزفاف في المنام تشر إلى مستقبل باهر وسعادة في امتظار الرائية رؤية الرجل يحضر حفل زفاف لصديقة في المنام أو شخصا دلة الرؤية على أن الرأي يحب الخير لهذا الشخص أو الصديق ويشعر بالطمأنينة معه والله أعلى وأعلم لا تنسوا ذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر